تتواصل بالعاصمة الجزائرية أشغال اجتماعي كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التخضيري للدورة الحدية والثلاثين لمجلس جامعات الدول العربية على مستوى القمة التي ستنعقد بالجزائر في الفاتح والثاني نوفمبر وأكد مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة نذير العرباوي في كلمة ألقاها خلال افتتاح الاجتماع أنه سيتم استعراض الملفين الاقتصادي والاجتماعي المرفوعين للقمة العربية في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وثلاثين